وفق مجلس الوزراء على تعديل قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لترخيص المحل العام والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية بشأنها ونص التعديل لأن يستبدل نص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية بحيث تصبح الأنشطة التي تتطلب الحصول على موافقة أمنية 35 نشاطا فقط بدلا من 83 نشاطا وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الموافقات الأمنية تستهدف في المقام الأول ضمان توفر الاشتراطات اللازمة لتأمين النشاط والمنطقة المقام عليها خاصة بما يتعلق بأنشطة بيع المواد الخطرة ومستودعات ومخزن المواد البترولية وغيرها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة